في نهم تقدم الجيش الوطني لكن التقدم كان باهض التكلفة فالمعارك الاخيرة التي اسفرت عن سيطرة قوات الجيش الوطني على منطقة الصافح احد المواقع العسكرية في المديرية راح ضحيتها العميد الركن حميد التويتي قائد الواء 29 ميكا الذي استشهد اثناء تفقده للخطوط الامامية بحسب المصادر الميدانية هناك اذا تكبر تكلفة الخلاص من الانقلاب يوما بعد اخر وفي المقابل ايضا يصبح النصر قريبا وان كثرت وتعظمت قرابين الفداء فذلك لان الوطن احق اغلى وتلك هي القيم الوطنية والثوابت العسكرية التي يجسدها افراد الجيش الوطني في جميع الجبهات خلال عامين واكثر من حرب استعادة الجمهورية كان رجال الجيش الوطني جنودا وصفا وضباطا وقادة جميعهم في صفوف الامامية وهو ما يعكس نبل الهدف وحب التضحية ولن ينسى التاريخ الشداد والقشيبي وعمر الصبيح واليافع وغيرهم من القادة الذين كانوا في مقدمة الصفوف لكن هذا الامر وان بدى للبعض بانه انعكاس لروح التضحية لدى هؤلاء القادة الا انه بالنسبة للبعض الاخر قد يوحي بفشل استخباراتيا مكن الميليشيا من الوصول الى اهم قادة الجيش الوطني وما بين هذا وذاك فالشاهد ان الجيش الوطني يخوض حربا ضروسا بخيارات محدودة اولها استعادة الجمهورية واخرها الشهدة في سبيل ذلك